السلام عليكم أصدقائي ومتعبين قناة فلوتر كوين طبعا الأشخاص الذين يحبون الاستثمار ويبتعدون عن المضارب يجبت لكم 3 عملات حرفيا هذه العملات ستنفجر و ستحقق منها مرابح و ستضاعف نحفظتك من هذه العملات كل هذه العملات ستشرحها في هذا الفيديو ستشرح المشاريع و ستشرح لماذا هذه العملات ستنفجر أما بالفيديو أصدقائي أتمنى تضغي زر اللايك و تشترك بالقناة فعز الجرس حتى يوصلك كل جديد في عملات رقمي و لا تنسى انضم لغاية تليجرام الرابط موجود أسفل فيديو و الرابط موجود كمان في البنانة القناة خليكم معنا اصدقائي الى بعد الأنترو حتى تعرفوا اهم العملات الاستثمارية الرائعة يمكن تدبين محافظكم خليكم معنا اصدقائي الى بعد الأنترو خلينا اصدقائي نبدأ بالعملة المفضلة بالنسبة لي وهي عملة xrp اصدقائي من عملات القوية جدا و صاحبة المشروع القوي و الجبار و ممكن ها العملة تتفوق على بيتكوين لم تتفوق عليها من ناحية السعر تتفوق عليها من ناحية قوة مشاريع و الاعتراف الأممي او اعتراف الوولايات المتحدة الامريكية يعيب انه عملة xrp هي عملة مشفرة ذات مشروع مهم للولايات المتحدة الامريكية و للسوق العملات مشفرة حاليا باقي أشهر قليل لانتهاء قضية XRP مع الاس اي سي او بما يُعرف بهيئة الأوراق المالية والبورصات اعلن المحامي جون ديتون انه قضية XRP مع هيئة الأوراق المالية والبورصات رح تنتهي قبل يوم ستة مايو يعني قبل ستة خمسة طبعا هادا التغريدة او هاي التعليق من جون ديتون هي تغريدة مهمة جدا بتحدد مصير سوق العملات المشفرة في حال انتهاء قضية XRP انت رح تعرف شوني العملات سيكوروتي و شوني العملات يعني مالون سيكوروتي طبعا لحد الان لم يتم تصنيف البتكوين. لم يتم تصنيف البتكوين وسوق العملات المشفرة إلى حد الان هل أنك بتمundy تم وضع قوانين لسوق العملات المشفرة لكن اذا تم تحديد عملة XRP على انها ليست سيكوروتي ستكون العملة الوحيدة ليست سوكوروتي او تم اعلان انها ليست سيكوروتي في سوق العملات المشفرة الفوم رح يكون كبير جدا العملة و رح تستهدف مناطق الواحد دولار بسهولة جداً عملة XRB راح تستهدف مناطق الواحد دولار في حال انتهت قضية XRB بسبب الفومو البيع الكبير على العملة طبعاً عدد القطع العملة ليس قليل عدد القطع العملة 100 مليار قطعة والمعروض لتداول 51 مليار و 750 مليون قطعة من عملة XRB حيث أن الماركت كاب يتجاوز 47 مليار دولار ماركت كاب كبير جداً على عملة XRB ومن الصعب جداً أن العملة يتعمل 1 XRB لكن ليس مستحيل في حال البيتكوين كسرنا قمة 697 مليار وطبعاً صرنا ببول ماركت قوي وممكن البيتكوين يتوجه مناطق 100 مليار دولار خلال عام 2024 العملة الثانية أصدقائي اللي أنا أفضلها هي عملة ARB أو بمعروف عملة ARB هذه العملة أصدقائي مشروعة قوي جداً من أول طرح العملة أو بداية إنشاء العملة منطرح العملة على أكبر منصات منصات GetIO, Binance, BitGet, Bybit كثير من المنصات تبنيت هذه العملة عدد القطع العملة ضئيل جداً جداً لا يتجاوز 10 مليار قطعة المعروض لتداول مليار و 275 مليون قطعة يعني تقريباً أقل من 13% من عدد القطع المعروضة للتداول دعني أشرح لكم نقطة أصدقائي الاستثمار بعملة ARB تروم ليس جيد أو ليست فكرة سليمة في الوقت الحالي تنتظر حتى يتم طرح باقي القطع حتى تصل نصبة طرح القطع من Total Supply و المعروض للتداول 70% إذا صار المعروض للتداول يساوي 70% من Total Supply تستثمر بعملة ARB تروم طبعاً تستهدف مضاطق كبير جداً عملة ARB تروم خلال السنية القادمة أنها متأكد من العملة تجاوز سعر 10 دولار أو مناطق 15 دولار حالياً أصدقائي تم طرح تقريباً 13% من عدد القطع باقي 87% من عدد القطع المعروضة في التداول حالياً تنتظر بلاي 10 مليار قطعة و المعروض للتداول 1.275 مليون قطعة حتى تنتظر 7 مليار قطعة في سوق العمليات المشافرة من عملة ARB تروم عملة ARB تروم ستشوفها بسعر 50 سنت أو 40 سنت في مجرد أن تستهدف هذه المناطق تخزن منها قدر الإمكان حتى إذا تخلي عدد القطع الارب تروم أكثر من XRB هذا الشيء قوي جداً و سيعمل لك برابح كبيرة وأنا متأكد عملة ARB تروم في المستعبه ممكن تستهدف مناطق 50 دولار لكن هذا الشيء يحتاج وقت كبير لأنه ستكون مصدر جذب انتباه لحيتان الإثريوم العملة الثالثة بالنسبة لي يا أصدقائي اللي أنا بفضلها اللي هي عملة الديكس خلينا نشوف مع بعضنا الشارت عملة الديكس خلينا نتقل لعملة الديكس عملة الديكس دائماً تستهدف مناطق $50 وبعدها تطلع لمناطق $3 صلنا فترة طويلة عم نمشي بهاي المناطق ما بين $50 إلى $3 حالياً عملة أصدقائي حالياً في نمط صعودي كسرنا الترين المهم اللي هو الترين عن مناطق تقريباً $2.70 لهاي المناطق كسرنا الترين و حالياً عمنا نتداول تم إعادة اختبار الترين و عم نتوجه مرة تانية لقرنة جديدة العملة ممكن تستهدف مناطق $5 خلال الأيام القليلة القادمة شو مشروع عملة الديكس أصدقائي مشروع عملة الديكس لديها منصة تداول طبعاً هاي منصة مرخصة في الصين أي انهيار لأي منصة عملة الديكس ستشوفها بقيمة جديدة لأن العملة أو هاي منصة الخاصة بعملة الديكس عم تشتغل بداخل الصين رغم حظر الصين لها العملات المشفرة لها هيك أي الديار بأي منصة عم تشوف ارتفاع كبير لعملة الديكس و عملة الديكس كمان من العملات العدد قطعهم هي تتجاوز لمليار قطعة والمعروض للتداول 156 مليون قطعة فقط يعني 156 قطعة معروضة للتداول أو 156 مليون قطعة معروضة للتداول هذا الشيء قليل جداً وأي حوت بيقدر يعمل بمب على هاي العملة و مارك تخاب العملة لها تتجاوز 450 مليون دولار يعني انت عم تتكلم إذا حوت دخل اشترى 450 مليون دولار عم تعمل 1 اكس بالعملة العملة أهدافة كبيرة جداً و ممكن تستهدف هذه المناطق مناطق 20 دولار العملة استثمارية رائعة جداً هي عملة الاربتروم عملة الاربتروم عملة الاربتروم أصدقائي أنا مفضل خزنها بعد انتهاء قضية الاربتروم تخزن من الآن و تبيع لحظة و تتجاوز انتهاء قضية الاربتروم لأنه سيتم بيع عدد الكبير في المقطاع لما نستهدف مناطق 1 دولار اصدقائي مبكو وصلنا على هالفيديو بمتمنى هالفيديو كنت اعجابك لا تسسى تشترك بالقناة فعز الجرس وتضغر اللايك حتى نشاء القرن الجديد في عام و ما ترطني مع السلامة ام دمتم بخير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة